سورة الإخلاص فيها فضل عظيم قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن وذلك لما تشتمل عليه من صفة الرب سبحانه وتعالى ففيها فضل عظيم وفي قراءتها فضل عظيم لكن ليس من قرأها واقتصر عليها وكررها يكون كقارئ القرآن كله بل إذا قرأ القرآن كله فقد حصل على أجره وثوابه ويكون أيضا قارئا لسورة الإخلاص فيكون حائزا على ثواب هذه السورة وعلى ثواب تلائفة القرآن كله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات حسن بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف فالاقتصار على سورة الإخلاص لا يكفي عن قراءة القرآن ولكن فيه أجر تلاوتها وقراءتها ولكن لا يكون كمن قرأ القرآن كله ترجمة نانسي قنقر